طلب الأمين العام لجماعة دول عربية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فوراً وفتح ممرات آمنة على نحو عاجل لإغذة سكان غزة وإدخال المواد الأساسية وإنقاذ الجرحة وأضاف أبو الغيت أن مليونين ومئتي ألف إنسان في غزة المحاصرة منذ سبعة عشر عاماً عرضاً لسياسة انتقامية جنونية لافتاً إلى أن هذا يجري تحت سمع وبصر العالم وشدد أبو الغيت على أن هذه المذبحة التي ترتكبها إسرائيل لن تبقى عاراً يلاحقها فحسب وإنما سب على جبين المجتمع الدولي والضمير العالمي الذي يصمت في وقت يصير الصمت فيه جريمة جاء ذلك في إطار الخطاب الذي ألقاه أبو الغيت في افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب والذي تستضيفه بغداد